الركود هو سمة السائدة لأسواق محافظة كربلاء والعدو التنازلي لشهر رمضان المبارك قد بدأ حيث تبدو الأسواق شبه خالية من المتبضعين بسبب عدم استقار صعر صرف الدولار وصعوبة الوضع المعيشي اليوم الحركة الركود سببها سببها صعود الدولار الدولار أثر يعني كانت عشر تالاف الهقيمة هسه مئة ألف مال هقيمة من بل صعودنا صعود الدولار الوضع أكلها صاعدة خلف الله سعود المطوشين طب عدس عدس شوية سهل أمر الفقير مو يولا المال الفقير إلال اليوم شفت الأسعار يعني غالية يعني جدا غالية يعني التجار والبعض الأصحاب المحلات قاعدوا يبيعون على أسعار الدولار اللي كان مئة وسبعة وخمسين ومئة وستين ومئة وخمسة وستين برغم أن الحكومة العراقية نزلت الدولار سوى تمئة وثلاثين بس ماك التزام ونحن نتجول في سوق الدهان والذي يعد من أكبر الأسواق التجارية في المحافظة وقفنا أمام العديد من الشكاوى التي كشف أصحابها عن عزهم مجارات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوفير مستلزمات الشهر الفضيل السوق غالي وهذا رمضان إجاء وعائلتي 13 نفر وقاعدة لجار في العالم تستغل هذه الشغلات فعلينا يجي تسوق يعني أمكانية ما عندي يسوق ذاك المسواق اللي يكفي نشارة وقل من شهر والله عدك اليوم ركود والله يعني لا واحد يقدر يشتغل يعني كاسب يومي 12 دينار يجي على الكيلو يجي على الزيئة 3000 دينار يابا ليش يابا الدولار صاعد يابا نزلوا الحكومة السموعة عندها على 130 الدولار يعني ما صار شي نفس الشي يتروح على التاجر يابا الرزقونية يجي يقول نفسها لا نزل لا هاي تكدس كبير للسلع والمواد الغذائية وسط قلة الطلب وقد سبب هذا الأمر معاناة كبيرة للتجار بسبب ارتفاع كوريا في إيجارات المحلات والجبايات المتعددة من كربلاء حسن هادي دجل الفضائية اشتركوا في القناة